تراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية بنحو جماعي خلال منتصف التعاملات حيث هبط خام برينت بنسبة قدرها 8 من 10% يسجل 48 دولار و 33 سنة للبرميل كما تراجع خام غرب تكسس الأمريكي بنحو 99 من 100% ليسجل 46 دولار للبرميل كما خفض خام الغاز الطبيعي بنسبة 47 من 100% ليسجل دولارين و 95 سنة للمتر المربع الواحد